وعلى آخر مواضيع مسيثنا للليلة وسنذهب بكم إلى دائرة الثقافة بالشارقة تحديدا إلى مجلة المسرحة التي تصدرها الدائرة بشكل شهري وتعنى بالدراسات والمقالات والترجمات والتقارير والحوارات والنصوص المسرحية ومراجعات الكتب وتغطيات المهرجانات المسرحية نتعرف أكثر عن هذه المجلة وعددها الحالي 35 والعدد القادم من خلال ضيفي بالاستوديو وأستاذ عصام أبو القاسب ناقد مسرحي وسكرتير تحرير في مجلة المسرح هياك الله ويوم مرحبا بك أستاذي مرحبا بك أستاذ بداية أستاذي لو تطلعنا على صورة عامة حول هذه المجلة نعم مجلة المسرح تصدر برعاية كريمة طبعا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلسة على حاكم الشارقة حفظه الله تصدرها دائرة الثقافة بصفة شهرية في الوقت الحالي يعني منذ بداية هذا العام وهي كانت تصدر بصفة فصلية من قبل وقبل عهدها كفصلية كانت تصدر أيضا كحولية هذه المجلة تأسست يعني يمكن التأسيس لا من 1999 مرت بمراحل عدة وصولا إلى المرحلة الحالية التي صارت خلالها تصدر بصفة شهرية هي تعنى زي ما شرت في المقدمة برصد ومناقشة وتوسيق النشاط المسرحي على مستوى الشارقة وعلى مستوى دولة الإمارات بشكل عام وأيضا لديها مساحة للنشاط المسرحي في المنطقة العربية وفي العالم بشكل عام توائم في تقطيتها ومواكبتها لهذه الأنشطة إنها تحاول بقدر الإمكان مخاطبة مختلف الجوانب التي تتعلق بالظاهرة المسرحية نعم جميل أيضا أستاذي تطرقت إلى أن تم تغيير أو تحويل المجلة من مجلة فصلية إلى كل ثالثة شهر إلى مجلة شهرية صحيح؟ نعم برأيك ما سبب هذا التغيير؟ هو طبعا يمكن اعتباره جزء من التطور الطبيعي لأي وسيط إعلامي يحاول بقدر الإمكان أن يواكب وطيرة العصر المجلة زي ما أشرت في البداية صدرت في البداية في 1999 صدرت كحولية بصفة سنوية كل سنة عدد ثم في كلام من 2011 تقريبا صارت فصلية وأخيرا صارت شهرية هذا التطور لو قرأته في إطار حتى الأنشطة المسرحية التي تقام في الشارقة تجدوا أنه موازي له يعني مما إذا نظرت إلى المشهد في 1999 المشهد المسرحي في الإمارات كانت في أنشطة محدودة تطورت هذه الأنشطة الآن يعني تكاد تكون الأنشطة تغطي مدار الأعام هناك مهرجانات عديدة هناك ويرش هناك مؤسسات مسرحية أو فرق مسرحية عديدة هذا كله ممكن يعطي مبرر لأنه يكون في إصدار أو يكون في وسيلة إعلامية تكون جزء من هذا المشهد تعبر عنه توازيه بالتقطيات بالقراءات وأيضا توثقه نعم أيضا أصبحت إمارة الشارقة يعني مهتمة بشكل أكبر وأوسع في المجال المسرحي يعني استضافت المسرحيين والنقاد أستاذي صحيح نعم نعم بالتأكيد طبعا بفضل صاحب السموة الشيخ الدكتور سلطان حاكم الشارقة حافظه الله مشهود له وبشكل كبير جدا في العالم وليس على مستوى الدولة برعايته واهتمامه بالمسرح وبالمسرحيين وبمساهمته الثرة في إثراء الثقافة المسرحية فكريا وإبداعيا كما تعلم أن صاحب السمو قدم العديد من النصوص المسرحية فضلا عن دعمه المقدر للنشاط المسرحي ووقوفه بصفة دائمة على مجمل الأنشطة التي تقام ليس فقط في الشارقة إنما على مستوى العالم العربي ومن هنا طبعا تعرف أن كثير من المسرحيين في العالم العربي بالتحديد بيقدروا جدا وبيحبوا جدا هذا المجهود وهو بالتأكيد نابع من محبة شخصية لصاحب السمو لهذا النوع من الأنشطة الفنية التي فعلا يكاد يكون زي ما يعرف عن المسرح أنه أبو الفنون وهو سيقة من سيقة الفنون تكاد تكون فريدة في جمعة للناس وفي توحيدة بين هؤلاء الناس وأيضا في إنها تخاطب عقولهم وبتخاطب وجدانهم وهذا الثراء لهذا الفن جازب لكثير من الناس وطبعا الشارقة صارت الآن وجهة مسرحية معروفة تمتاز بالحيوية تمتاز بالرصانة فيما تنتج من نشاط مسرحي وبالجودة فيما تقدم في هذا المجال على مختلف الأصعضة يمثل النشر المسرحي واحد من المحاور المهمة جدا في هذا الجانب والنشر كما تعلم هو وسيط لتقديم المعرفة تقديم المعلومة حول المجال وإثراء ثقافة الناس بالمجال المسرحي لذلك تجد تنويع كبير جدا في وسائط النشر في الشارقة فيما يتعلق بالمسرح يعني إضافة لشهرية المسرح هناك الإصدارات المتنوعة التي تصدرها دائرة الثقافة إذا كان على مستوى النصوص المسرحية إذا كان على مستوى البحوث المسرحية إذا كان على مستوى الوثائق والمذكرات التي تتتبع الأنشطة المسرحية التي تقام في الشارقة ومختلف مدنة وهذا طبعا شيء يعني بيحكي سليك طبيعة المسؤولية والجدية التي تعامل بها الشارقة هذا النشاط وهو يعطي الثمار في وقت باكر عندما أسست الشارقة لمشروع المسرحي زي ما أشرت في بداية حديثي كان مشروع محدود الآن إشعاع هذا المشروع الثقافي والمسرحي تجاوز النطاق المحلي والنطاق الإقليمي وصار عالمي وتم أيضا استغلال هذا العدد 35 في نشر هذا المحتوى صحيح أستاذي؟ نعم طبعا العدد 35 صدر في أول أقصص وكما أشرت لك في البداية وكمنا من خلاله معظم الأنشطة التي أقيمت خلال الشهر يوليو في الإمارات وأيضا بعض الأنشطة المسرحية التي أقيمت في العواصم العربية المجلة بس لكي نعطي فكرة عن التوويب الخاص بيها والتي ممكن برضو بحكم أن تجربة الإصدار الشهري هي تجربة جديدة ربما يحتاج المشاهد أن يعرف أبرز المحاور التي تتضمنها هذه المجلة المجلة تهتم بنشر التقارير والرسائل حول الأنشطة المسرحية التي تقام في الشارقة تعرف في عدد كبير من المهرجانات تقام في الشارقة يعني هناك ثمانية مهرجانات تقام على مدار العام إضافة للورش برامج الدورات التدريبية وما إلى ذلك هذا كله تواكب المجلة إضافة لذلك هناك أبواب مخصصة لتناول قضايا ذات طابع نظري تخص الممارسة المسرحية بشكل عام باب يهتم بمحاورة أبرز صناع النشاط المسرحي في الدولة أو في العالم العربي عندنا باب أيضا يتعلق بالرحلات المسرحية يسمه باب أسفار هذا يعني باب يعني بتقديم فكرة عن رحلة مسرحية ما يقوم باء أحد المسرحيين هناك باب أيضا يسمه صروح وهذا الباب فيه عناية بالجانب المتعلق بالمعمار المسرحي البنايات المسرحية يعني من ناحية خصائص المعمارية وطرازة ومواقعها في المدن وتأثيرها في المجتمع وهو باب يعني بنحاول من خلاله أنه ندي انطباع بأنه المسرح بيدخل في كل شيء في حياتنا هناك أيضا طبعا باب تغليدي هو باب حوار وهذا الباب بيحاول قدر الإمكاني أن يسلط الضوء على التجارب المهمة المسرحية المهمة باستضافة مسرحيين صنعوا تجارب مهمة إذا كانوا إماراتيين أو إذا كانوا عرب أو من مختلف أنحاء العالم إضافة لكذا عندنا باب متخصص في قراءات الكتب الكتب الصادرة بيتم تتبعها نقديا من قبل النقات أو الباحثين فضلا عن أننا بنخبر دائما بحرص شديد على الكتب التي تصدر حديثا يعني هناك مساحة مخصصة لي أبرز وأحدث ما صدر من مؤلفات مسرحية أخيرا هناك متابعات هي جزء من المجلة يشبه الصحيفة يتتبع الأنشطة الحية الأنشطة الراهنة في مدخل المجلة تجد باب بيعنى بتحديد بتصديد الضوء على الفرق المسرحية الإماراتية ماذا تفعل؟ وضعها الراهن وضعها المستقبلي أبرز ما أحدثته في المشهد وما إلى ذلك وهذا طبعا هدفه أنه يضيء على تجارب هذه الفرق ويكون حافز لا لأنها يعني تواصل في أنشطة تتميز الإمارات بأن عندها مجموعة من الفرق المسرحية الشارقة بالتحديد فيها تقريبا خمسة إلى أربعة فرق مهمة أو حيوية بشكل تحرص دائما على المشاركة في مختلف الفعاليات هذه الفرق التي صلتنا على الضوء في الأعداد الماضية ونحن في صدد تصديد الضوء على بقية الفرق النشطة في المجال المسرحي في الإمارات نعم جميل أيضا وجود مثل هذه التجارب وشارحها في المجلة ووضع هذا المحتوى في تبادل الخبرات وإضافة يعني كل ما هو نقول ليس ناقص وإنما كل ما هو أجمل من السابق صحيح استاذ؟ نعم نعم طبعا هو الجديد دائما يعني مفضل أنه فيه هذه السمة سمة التجاوز البناء التجاوز الذي يقدم شيء يسترعي الانتباه هي يستفز الحس ويستفز الوعي ومن هنا طبعا توقع أنه في المستقبل كمان المجلة ممكن تاخد شكل ومسار آخر يعني على مستوى التبويب على الأقل تعرف في تحدي فيما يتعلق بالإصدارات الورقية إن في زمن بيتسود فيه الوسائط الإلكترونية يجب أنه يتم الانتباه لأنه المحتوى لازم يكون محتوى لا يمكن العثور عليه على الأقل في المواقع الإلكترونية وده تقريبا متحقق الآن في المجلة يعني عندما تطالع المجلة ستجد أنه بين النادر تتوافر مواد من هذا النوع في المواقع الإلكترونية الميزة الأساسية التي تتميز بها مجلة المسرح الآن وده طبعا بفضل توجيهات رئيس التحرير ومدير التحرير الأستاذ أحمد برحيمة وإشراف سعادة الأستاذ عبدالله العويس رئيس الدائرة بتمتاز بأنها تتبع الأنشطة بصفة حية يعني المجلة لا تستعين بالمكتبة في نشر محتوى إنما تنجز محتواها لينشر في صفحاتها يعني لا نستعير ولا نقدم مواد جاهزة أو معلبة إنما مواد تحريرية صنعت في الميدان وكتبت لأن خطة الشهر في المجلة هي في هذا الاتجاه نعم جميل ماذا عن توزيع المجلة أستاذي سواء يعني عن المستوى المحلي أو الخارجي طبعا بفضل أنه دائرة الصغافة فيها يعني في هذا الجانب بالتحديد دائرة الصغافة تقدمت شوط كبير جدا جدا يعني عندها استراتيجية في التوزيع على الصعيدين المحلي والعربي محكمة ومتطورة جدا ولذلك يعني أنت الآن تجد مجلة المسرح وسواها من الإصدارات اللي بتقدم الدائرة في مختلف العواصم العربية اللي يعني في أقاسيها يعني تصنى انطباعات من قراء في غراء في أقصى المغرب وفي أقصى الجزائر وفي تونس وما إلى ذلك طبعا على مستوى الإمارات تجد في كل النافذ المتعلقة بالمنشورات يعني تجد في المولاد تجد في البغالات تجد في مواضع مختلفة فضلا عن أنه هناك دائرة بريدية في توزع المجلة للمؤسسات ذات الصلة وللأسماء المسرحية اللي عندها اتصال بالمجلة فده كله خلق يعني قاعدة توزيع واسعة فضلا عن ذا المجلة متاحة على الموقع الإلكتروني لدائرة الثقافة يمكن تحميلها وقراءتها أيضا نعم جميل أيضا يعني للدائرة دور كبير وحضور بارز في معارض الكتب وخاصة كانت يعني إمارة الشارقة ضيف شرف نعم مثل ما رأينا يعني في الفترة السابقة في لندن كانت الدائرة حاضرة وبارزة وكانت المنشورات عليها أقبال كبير نعم وهذا يضيف أيضا للدائرة ويضيف أيضا للمجلة نعم بالتأكيد طبعا دائرة الصغافة يعني خلقت مشروع في مجال النشر لا يعلع له وهذا شيء هذا ممكن تجده من كثير من الناس هذا المشروع ليس فقط يتسم بأنه حيوي ومتجدد إنما أيضا بيتمتاز كما أشرت في بداية حديثي بالرصانة وبقدر عالي جدا من الجدية في التعامل مع المنتوج الثقافي لذلك اكتسبت منشورات دائرة الثقافة موسقية عالية لدى قطاع واسع من المثقفين ويتم الإقبال عليها بالنظر لهذا الجانب لذلك هي تجدها مطلوبة وتجد إنها توزع والآن يمكن تجد في معظم المكتبات الخاصة والعامة تجد كتاب صادر من دائرة الثقافة بلا شك هذا بفضل الدينامية التي تتسم بها حركة التوزيع لمنشورات دائرة الثقافة وأيضا زي ما أشرت أنت لحضور الدائم في المعارض الكتب الدولية وفي المناسبات التي تقيمها جهاد ذات صلة بالدائرة إذا كان داخل الدولة أو في الخارج وأحب أشير في هذا الجانب بالتحديد إلى الدور المهم جدا للعبتها أيضا البيوتات الثقافية أو بيوت الشعر لأنشاة الشارقة في بعض الدول العربية والأفريقية هذه أيضا هي بالإضافة إلى جانب الكونة بيوت شعر هي أيضا تمثل نقاط للتقاء بمؤلفات وبرامج تصدرها دائرة الثقافة لأن هذه المؤسسات في تلك المناطق فيها كثير من المنشورات التي تتعلق بدائرة الثقافة وهكذا ينتقل المشروع الثقافي للشارقة من نطاقه المحلي إلى نطاقه الإقليمي والدولي ماذا أستاذي عن العدد القادم للمجلة لعدد 36 إن شاء الله نعم العدد القادم سيطالح القراء في خلال الأسبوع المقبل يمتاز بأنه ركز على فعالية ستأتي في 22 سبتمبر وهو مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بمناسبة قدوم هذه الدورة بعد غياب بسبب جائحة كورونا المجلة خصصت محاور عدة منها لتسليط الضوء أولا على قصة هذا المهرجان كيف نشأ وموضوعه باعتبار أنه مهرجان بيقتص بنوع من المسرحيات يمتاز بالقصر أيضا عملنا تقطية لفعالية صبغة هذا المهرجان ودائما تصببه وهي دورة عناصر العرض المسرحي برنامج تدريبي تقيم دائرة الثقافة لإعداد الراغبين في المشاركة في المهرجان وتأهيلهم للمشاركة في هذا المهرجان إذن هذا هو المحور الأساسي للعدد المقبل ولكن أيضا عملنا تقطية موسعة يعني ساهم بها دكتور صبري حافظ لمهرجان أفنيون في دورة السبعة السبعين إضافة لمجموعة من القراءات في العروض المسرحية التي شهدها شهر الماضي في مختلف العواصم العربية وهذا الباب فقط أسلط الضوء عليه باب القراءات المسرحية لأنه يتناول العروض المسرحية ويعلق على جودتها من ناحية جماليات ومن ناحية دلالات هذا الباب مهم جدا لأنه هذا التغليد بسبب طبعا افتقار الساحة العربية للمجلات المسرحية المتخصصة يكاد يكون غايب والآن مجلة المسرح التي تصدرها دائرة الصغافة تغطي هذا النقص نجد في هذا الباب قراءات نقطية في العروض ولكن أيضا توصيق لهذه العروض مين مخرجها مين مؤلفها مين يمثلوا فيها واشنو القضية التي تطرقت لا وأين عرضت يعني تجد في هذا القراءات إجابات على كل هذه الأسئلة وهذا يعني مؤمل أنه أولا يسهم في توصيق لهذا العرض يسهم في إظهار ناقد أو معلق نقد على العروض أيضا يربط بين العواصم العربية يعني المجلة الآن بتمثل مين بالرابط ما بين العواصم العربية المختلفة انطلاقا من الشارقة أنت في الشارقة أو في أي بلد عربي آخر تعرف ما يدور مسرحيا في البلدان الأخرى طبعا بتعرف ممكن في المواقع الإلكترونية أيضا ولكن نيزة هذه المجلة إنها تجمع لك كل الأنشطة المسرحية بصفة محكمة وبصفة فيها كثير من الدقة وكثير من المعيارية لذلك هو هذا المحتوى أعتقد أنه مهم بالنسبة للقراءة اليوم وفي المستقبل نعم و أيضا يعني العروض المسرحية في إمارة الشارقة مستمرة طوال العام نعم يعني بعد ظهور نجم سهيل و الناس يعني اتحسنت التقصي اتحسنت النفسية أيوة مغضلين على شتاء و مهرجان شارقة الصحراوي صحيح صحيح بيليه طبعا مهرجان خورفكان المسرحي أيضا لمهرجان ليوم واحد من بعد تأتي أيام الشارقة فيأتي مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي ثم مهرجان دبل حصن للمسرح السنائي و كل هذه الأنشطة هي تمثل محتوى لمجلة المسرح يعني كل ما جاءت فعالية هي مصدر لمعلومات و أفكار و مناقشات تضمها مجلة المسرح لذلك زي ما أشير طريق في البداية أن هذا السراء المسرحي كان يلزم مجلة مسرحية فعلا تتتبع لأنه خسارة يعني أنه كل هذا الازدهار لا يجد توصيق و إعلام يوازيه ولكن حكمة الشارقة دائما متقدمة و صباقة لإحداث الفرق في مختلف الجوانب الثقافية و الفكرية و العلمية و أيضا أبراز دوركم كنقاد يعني متعطوشين للمنابع المسرحية و البرامج المسرحية لمثلا إعطاء بعض الملاحظات يعني البناء و النقد البناء لأعرض المسرحية تماما 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 فعلا الآن بريد المجلة يعني بتصل رسائل عديدة جدا لأنه المجلة مثلت منفز لكثير من الناس اللي بيحبوا يكتبوا على المسرح يحبوا يكتبوا عن طباعات يحبوا يتحدثوا عن تجارب مسرحيين إضافة لكذا المجلة أيضا أتاحت فرصة لأنه يتم تسليط الضوء تسليط الضوء على الإرشيف على الزاكرة المسرحية يعني تستعادت في الأعداد الماضي صور قديمة يعني ربما لو تكون المجلة صادرة ما كانت استعيدة كانت تركت أيضا تم تسليط الضوء على تجارب لمسرحيين هم بالرغم أنه أنجزوا تجارب مهمة إلا أنه ما في تسليط الضوء عليه المجال المسرحي هو مجال يتم شغل فيه من قبل قطاع واسع من الناس لكن الجمهور لا يعرف إلا قلة يعرف الممثل ربما يعرف المخرج لكن في المهنة المسرحية فيه مهن عدة يعني في جانب عنده علاقة بالإضاءة في جانب عنده علاقة بالديكور في جانب عنده علاقة بالكتابة ده كله للأسف ما مسلط عليه والضوء من الإعلام التغليدي والأمل أنه مجلة المسرح تحاول تغطي الجانب ده تسليط الضوء على الجماليات التي تتعلق بالسونغرافية وصناع هذه السونغرافية الثراء التي تمتاز بها النصوص المسرحية وصناع هذه النصوص المسرحية مأمول ده أنه يتم في المستقبل لكي يغطي جانب مهمة في الغالب يعني عربياً بالأستاذ أصام عبدالواحد ناقد مسرحي وسكرتير تحرير في مجلة المسرح شاكري جهودكم على تواجدكم معنا الليلة الله يسلمك عزيزي وشكراً جزيلاً طبعاً تلفزيون الشارقة يعني يعتبر مؤسسة مهمة جداً بالنسبة للمسرحيين في دولة الإمارات وفي الشارقة لأنه فيه كل إرشيف المسرح في أيام الشارقة المسرحية وسواها من فعاليات مسرحية لذلك التحية لجهود المبزولة من جانبكم شكراً لك إذن كل الشكر للأستاذ عصام أبو القاسم ناقد مسرحي وسكرتير تحرير في مجلة المسرح شاكرين جهودكم على تواجدكم معنا الليلة إلى هنا مشاهدين تنتهي فقرات برنامج أماسي لهذه الأمسية يمكنكم متابعة هذه الحلقة وكل حلقات برنامج أماسي من خلال تحميل تطبيق مرايا وإلى أن ألقاكم مجدداً أترككم في حفظ الرحمن